اشتركوا في القناة والثناء عليه في قوله تعالى في سورة صاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وقال في سورة الأنعم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين لكن القرآن لم يذكر خبره وقد ذكر الحافظ بن عساكر أنه من سلالة يوسف الصديق عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل ويذكر بعض المؤرخين أن دعوة اليسع كانت في مدينة تسمى بانياس إحدى مدن الشام قام اليسع بتبليغ الدعوة بعد موت نبي الله إلياس فقام يدعو إلى الله مستمسكا بمنهاجه وشريعته وقد كثرت في زمانه الأحداث والخطايا وكثر الملوك الجبابرة فقتلوا الأنبياء وشردوا المؤمنين فوعظهم اليسع وخوفهم من عذاب الله ولكنهم لم يستجيبوا لدعوته ثم توفاه الله وسلط على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب والله أعلم اشتركوا في القناة